ما لا عزرة للدم من الاخر لا عزرة للدم طبعا كان الله في عون الشرطة وانا معهم قلبا وقالبا وما بتهمش حد من الشرطة انا بتهم اي مسؤول هو عارف نفسه اللي هو مين انا ما عرفش انا مش بتاع كورة ولا بتاع امن انما انا عندي حد مات الكونكلوجن الخلاصة النتيجة انه عندي جسس جايالي منين من المريخ من كوكب المريخ نزل لي جسس عندي جسس انا عندي عشرين جسس انا مليش دعوة انا عاوز الناس دي تصحى تاني تقدري تصحيهم تاني لامهاتهم واباهم رحمة الله عليهم بس جسس الله يرحمه حقول ايه ما فيش تعبير اسوأ من ان اقوله ده جسس الى كل مبتلة انت عارف يعني ايه جسس عارف يعني ايه حرقة ام على ابنها موضوع موضوع خطير اوي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زوال الدنيا باسرها لا زوال الدنيا باسرها اهون عند الله من دم امرئ من اجل ذلك في سورة المائدة من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا يا جماعة انا عاوز اقول لكم على حاجة بقلاش نظام البطحة ده البطحة دي بقلاش البطحة مش كل ما نوجه نقد يبقى احنا بنقيد الاخوان مش كل ما نقول اعتراض يبقى احنا بنكسر في الشرطة مش كل ما نعلن احتجاجنا يبقى احنا بنكره الدولة اظن انتو مدركين اني انا اخر واحد ممكن يتكلم في حق جيشه وبلده بكلمة سوءة محدش يعني انا ازعم اني واحد من اكثر الناس حبا لهذا الوطن والجيش ايه والشرطته واحمد الله على ما نحن فيه انما ده ما يمنعش من وجود اخطاء وما يمنعش من الحساب على الاخطاء انما العدالة الناجزة بقى اللي حتورينا ان هذه الاخطاء غير قابلة للتكرار اني على فكرة على فكرة على فكرة مش هتكون اخر الاحزان شكرا